السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفو فيه مع بعدياتنا طريقة عمل راندة المعينات اللي كنستعملوهم إما باش أنك تلاقي بهم جلابة ملاقية عادية أو ممكن أنك تستعمليهم في الحاشية يعني في الجوانب ديال راندة القوزة كتدير القوزة في الوسط وعيوض فاش تديري مثلا اللواية في الجناب كنديرو المعينات المعينات هادو اللي غادي نخدم معاكم اليوم عاديين أو ممكن أنك تستعملي المعينات اللي كيكون مبيناتهم بحل شكل ديال المستطيل كيف رقما بين كله معين ومعين فهد الخدمة هادية انا كنسبق لي ودرتها في فيديو اخر ان شاء الله نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف اما الآن فاحنا غادي نخدم معينات عاديين وشكل ديالهم عادي جدا ان شاء الله في الجزء الثاني اغانوريكم كيفاش تزينوا هاد المعينات وغايبانوا بوحد طريقة افضل واجمل طبيعي الحال ولكم واسع النظر كله واحدة تزينهم بالطريقة اللي عجباتها المهم انا نعطيكم واحد طريقة وانتوما ابديعوا كيم ما كيقولوا وديروا ذاك شي اللي عجبكم كيف ما كتلاحظوا معي الآن خدمت ربعه ديال الغرازي وكارجع نخدم في التوب كندير هاد دريبة هادي في التوب وارجع في هاد الغرزة الرابعة وغادي نجر الخيط من بعد انحاول اناني ندير هاد دريبة هادي في التوب مرة اخرى المهم كيكونوا عندك جوج ديال الدربات في التوب وصافي من بعد كنخدموه معينات عاديين فلاحظوا معي الآن خدمت جوج ديال الغرزات وغادي نحاول فالان كيف ما كتلاحظوا معي انمشي مباشرة ثم ندير هاد الغرزة هادي كنخلي هنا وحد المسافة ما تكونش قريبة وما تكونش بعيدة تقريبا مسافة ديال جوجة الغرزات في التوب ومن بعد كنرجع اسفل هاد الخيط هاد اللي انا درتو وكنخدم عليه الغرزة اللوله والغرزة الثانية ثم نزيد الغريزة خراق اللي هي الثالثة هنا ضروري تخدمي ثلاثة ديال الغرزات ومن بعد تمشي لهاد المستطيل هاد وتخدمي فيه الغرزة الرابعة هنا عندكم بالنسبة لهذاك المستطيل اللي انا خدمت تقدروا اما انكم تخدموا على 4 ديال الغرزات او 5 ديال الغرزات المهم انا هنا خدمتو غير على 4 ما يبقى الاختيار ديالكم اللي بغا تديرو على 5 ديرو مش مشكل المهم عندنا هادك المستطيع اللي مهم عندنا هو هاد المعين اللي كنخدموه فيه ضروري انه يتخدم بهالطريقة هادي فلاحظوا معايا هنا كنرجع ونخدم الغرزة الثانية وهنا الثالثة الثالثة لاحظوا معايا مزيان غادي نمشي وغريزة غريزة هنا الثالثة وكنجي الاخير كتعطيني الغرزة الرابعة وكنرجع مباشرة كنرجع في هاد في هاد الخدمة ديالي عادي جدا ما كنخدمش على التوب كيف ما كتلاحظوا معايا في المعين الثالثة الثالثة كيف ما كتلاحظوا معايا الان هاد هي الغرزة الرابعة وغادي نرجع نعاود نخدم هنا واحد اثنان اثنان ثان ثان ثلاثة ثلاثة زائد الغريزة الرابعة ثلاثة واحد نحاول انقاد هاد الخيط يعني مرة مرة الخيط كيدور ولكن نحاول ان نمشيه معه بالنسبة هنا الخيط اللي خدمت بيه فانا خدمت على ثلاثة ديال الشعرات خيط العادي الآبرة الرقم ديالها خمسة المهم إبرة ديال الرابعة كتكون غليدة شوية مش بحل الإبر الأخرين المهم كل أبرة كتكون الغليدة وكتكون الرقيقة هاد ديال الرابعة كنا ناخدوا النمر راقم خمسة النمر راقم خمسة متحذوش عليها المهم الابرة رقم خمسة نكمل بها عادي جدا هنا عندي 4 غرزات كما قلت لكم نبقى غادقة كل مرة واحد اثنان في هذا المعين هذا انا ما بغيتش نزرب بغيت نمشيغر بشوية قلت يعني ما ربما تكون شي وحدة يعني كتشوف الفيديو يلاها مبتدي او عاد غدا تبدأ نمشي معاها بشوية بشوية متى بقى غنحاول ندير شوية دي السرعة المهم لاحظوا معايا مزيان هذا هو المعين دينا واحد اثنان ثلاثة اربعة هنا دي ما حسبو التحت وهنا الفوق كتلقى واحد جوج ثلاثة ثلاثة دي الغرازي ولكن الرابعة هي هذي اللي غنخدم هدابة كتخدمي على التوب ضربة ديالك اللولة كتكون في التوب والتاني هي هذي الغرزة الرابعة المعين ضروري يكون عنده نفس العدد اللي كيكون التحت هو اللي كيكون الفوق يعني عندك ربعات الغرازي التحت خاص ضروري يكون عندك ربعات الغرازي الفوق هذي الخدمة باللاجي تتحس بي غتلقي فيها ربعات الغرازي في الجوانب كاملين كتلقى ربعه اللي يمنع اللي يصر الفوق التحت المهم كتلقي كله غادي على ربعه فالان لاحظي معايا مزيان كيفاش غنبدا ومعين جديد كنمشي هذي المسافة هذي هنا بطبع الحال مسافة كتكون عينك ميزانك ولكن را خصك ضروري تحافظي على نفس المسافة ما بين كله معين ومعين يعني كتعطاك هذي الشكل دي المتلت في الأسفل هذي المتلت هذي اللي كتشوفه معايا اللي بقى التحت وهو اللي كيكون فاصل ما بين كله معين ومعين ان شاء الله في الجزء الثاني غندير فيه واحد الخدمة اللي ما غديش يبقى يبان متلت غايو اللي يبان بواحد الشكل آخر فهدشي علاش كنتمنى انكم تشوفوا معايا الفيديو الثاني ان شاء الله وكنتمنى ان الخدمة تنال إعجاب ديالكم واحد طريقة سهلة وبسيطة تديريها باش يعني هذي المعينات ما يبقوش عاديين بحلاكة يعني نزيدوا عليهم بعض الإضافات وبطبيعة الحال اللي بغا تدير لهم مثلا البريد في الوسط ديالهم تدير مثلا اي نوع اي حاجة عجباتها تديرها فيه ولي بغا تدير مثلا الطرز الرباطي واحد المتلة في الوسط ديره ولا معين اخر يعني هدا بالرانده والمعين الاخر بالطرز فمشي مشكيل موهما هنا رتقادة لي الخيط وركبت واحد اخر هدي الغرزة الرابعة وهذاك الخيط القديم اللي كان عندي ما كنقطعوش ديبة غادي نخليه حتى نتبت الخدمة ديالي مزيان عدا رجع نقطعوه بعد مراسي يعني ما كيكونش تابت مزيان وكيجيت تميغا هدك تخدمي كي رجع كي تحل هدك الخيط هادشي علشان امكان بغيش نقطعوه في اللول وخا هو سارحة كي برزط هولا كي مشي مشكيل غير نكمل هاد الهابطة هادي فلاحدوا معايا دائما اربعة الغرازي كي ما قلت لكم كارجع نخدم هنا واحد جوج وثلاثة واربعة اربعة ديالغريزات كيف ما كتلاحظو معايا وغادي نقطع هاد الخيط هاد الخيط المزعج نقطعوه نحاول نحيدو هنا يا مزيان فكيف ما كتلاحظو معايا داك الخيط صافي قطعناه وما بقى غايت تحل الموالو لاحظو معايا مزيان كي ما قلت لكم عندكم اربعة ديالغريزة في الأسفل وثلاثة الفوق والرابعة هي هاد الي كنخدم فيها الان كتديري دريبة ديالغ في التوب ومن بعد كتترجعي وكتخدمي هنا فغاد اتعطاك الغرزة الرابعة اللي ضروري انها تكون عندك في العمل اليالغ غادي نحتاجو لهاد الغرازي في الجزء الثاني ان شاء الله حتى غادي نخدموه هاد الخدمة كي ما قلت لكم اللي غادي جيف هادوك الفراغات فضروري غادي نخدم بهادوك بهاد الاعداد هادو كي ما قلت لكم هادوك ربعات الاعداد غا نحتاجهم المهم الان غا نبدأ معين اخر معين جديد لاحظوا معايا دي مقرب عدي الغرازي الرابعة هي هادي كنحاول نحافظ على نفس المسافة اللي عندي من هنا لهنا لاحظوا معايا مزيان كنحاول نحافظ عليها كما قلت لكم رغير عينكم ميزانكم يعني ما كينش اللي بغا تتعبارها مثلا تاخد سانتيم وتعبارها غا يكون افضل صراحة يعني خودي السانتيم وحسبي باش يجي كادك شي مضبوط وطبع الحال اللي كتكوني كتتخدمي في جلية عبارة كتبقاش تركزي على يعني ككل وقت ضيق وكتبغي بالزربة تكملي الخدمة فما تبقاش كتديري كل مرة سانتيم عبر خدم شوية عودي عبري يعني صراحة طريقة مزعجة ولكن اللي بغا تدير الاتقان غير هو راه مع الخدمة يعني مع الخبرة يعني بحلا فين ما كتخدمي يعني بزاف دي الموضيلات و بزاف دي الأشكال راه كتولي غادع عينك ميزانك يعني ما تغلطيش نهائي ممكن شلقها لار فلاحدوا معايا ربعا دي الغرازي واحد جوج ثلاثة الفوق وكيما قلت لكم الرابعة هي هادي اللي كنخدمه هنا فهد المعينات ساهلين وبساط وكيما قلت لكم تقدروا انكم تزينوا بهم تلاقيوا بهم ملاقية عادية كيف ما درت انا الان مثلا انتي اخدمتي القوزق في النصف طوق ودرتي لها هاد المعينات في الحاشية تقدري تزيدي وديري هاد المعينات في الأسفل ديال النصف طوق يجدك شي متناسق المهم كنتمنى ان هاد خديمة هادي تنال الإعجاب ديالكم وانتظروني ان شاء الله في الجزء الثاني بحول الله وقوتي نكملوا مع بعضياتنا هاد الخديمة هادي وشكرا على المتابعة وشكرا لكل وحدك تضغط على زر الإعجاب قبل ما تشوفوا الفيديو شكرا لكم كاملي